طب ليه هاجمت يا خالب بيبي وزعلتم منك؟ أنا هاجمت أنا ما هاجمتش أنا أقول إن كان المفروض أو أتمنى أنه أاخد فرصة بس يكمل بتصلحت أنت أو خالب بيبي ولا؟ أه طبعاً مافيش إحنا أصلاً متأصلاً باش إحنا فيه اختلاف وجهات النظر إنما طبعاً خالد أخويا وشام أخويا وياسر أخويا ومن برشة سانة عن بعض بتسافر كل شوية ألمانيا وتعمل دراسات وموت نفسي وروح أخد مش عابش هدف إيه وبتاع وفي الآخر ولا بنشوف محمد عمارة بتاريخه الكبير ده وتاريخه الاحترافي ولا موجود مثلاً بيمسك في الفريل أول أو اقتع الناشئين أول المنتخبات صعب صعب السؤال ده ما تواجهه للمسؤولين وأنت تواجهه ليه ليه؟ أنا وجهه لك أنت عندك رد ليه؟ ليه ما عندش رد أسألهم ليه؟ أسألهم ليه؟ تاريخك مش كافي الكبير اللي أنت عملت لا كافي عندي موضوع حلو تاريخ حلو تاريخ مشرف منتخب ونادي الأهل واحتراف وأحسن العيب في أفريقيا بارتين اتنين وعندي موضوع عندي سيفي كويس بس طبعاً أنت عندك بقى الشغل في مصر بيحتاج أصحاب وعلاقات والدنيا ليه كله بيقول كده؟ الشغل بيحتاجه الجماعة؟ في مجملات أصحاب ماشي كده طبعاً ماشي كده؟ طبعاً من زمان من زمان مش من قابل وليه ماشي كده؟ عشان اللي مسكين الكرة في مصر هم هم ما بدايروش يعني اللي مسكين في مصر الكرة هم هم ده بيروح وغيره بيجي ده بيمشي يعني هم نفس المجموعة بس بيعملوا إيه؟ روتيشة مع بعض فترة تلاقي المجموعة موجودة وبعد كده تلاقي المجموعة تانية فهيجي التغيير بنيه طيب ليه 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 ما عملتش اتصالات وتتكلم وعايزة بقى موجود زي أي حد بيعمل كده؟ عملت أعملت أعملت يعني بينا نتقابل في مناسبات أكلم هم وأكلمت حازم إمام لما كان موجود في الاتحاد الكرة حازم بحكم الصداقة والعشرة أعملوا لك كيبه؟ حازم فترة من فترات طبعا مع كابتين أحمد شبير دخلت الاتحاد الكرة مسكت حاجة اسمها الأكاديميات مع الدكتور محمود سعد بس طبعا ما كملتش لأن أنا يعني مش هو ده طموحي إن أنا أمسك مشروع أكاديميات يعني إنما طبعا والله مرتب أكان قليلا الاتنين يعني المرتب وال... وهو ما ينفعش أنا أبقى شغيل في احد الكرة وفي زمايل اللي هي موجودين بياخدوا أرقام و إنت تاخد رقم عال أم إتفاهم؟ فا